ورحمة الله وبركاته كيف أنتم أحباء الصغار الحمد لله دائما على نعمة الصحة والعافية أحذر كتاب اللغة العربية والقلام وافتح الكتاب صفحة 46 بسم الله لدينا يا أول آية قرآنية بدنا نعرف معناها بدنا نحفظها بإذن الله تعالى هيا استمع قال تعالى استمع مرة أخرى قال تعالى وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَى وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَيْبَاتِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَى وَرَزَقَكُمْ مِنْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَى وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَى وَرَزَقَكُمْ مِنَ ثَيِّبَاتِ أحسنتم الإعادة والآن يا أول ما المقصود بقوله تعالى؟ ما المقصود بقوله تعالى؟ الله عز وجل منع للإنسان وجعل الإنسان مخلوق من الذكر والأنثى خلق إلو من نفسه أنثى يعني لما الله عز وجل خلق سيدنا آدم خلق معاه من ضلعه زوجته حوى فأصبحوا زوج الزوج والزوجة ذكروا أنثى أصبحوا زوج فالله عز وجل هون بحكيهنا وجعل لكم من أزواجكم يعني الله عز وجل خلقكم إناث وذكور وجعل الأنثى زوجا للذكر ومنهم يا أول خلق الله عز وجل يعني جعل لهم بنين يعني لما بتزوجوا يا أول بيصير عندهم أولاد طيب بيكبروا هذول الأولاد هذول يا أول بيكبروا أيضا بيصير عندهم كمان إيش أولاد كمان صغار فبيصير اسمهم حفدة هذول الأولاد يا أول لما بيحقوا جدا جدا بيكونوا هم الحفدة هم الحفدة اسمهم حفدة يعني إن الله عز وجل خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعلهم أزواج من هذور الأزواج أول خلق لهم أبناء يعني أطفال من هذور الأطفال أو الأبناء بس يكبروا بتزوجوا بصير عندهم كمان حفدة يعني أطفال صغار بصير لهم حفدة ورزقكم من الطيبات إن الله عز وجل رزقتها من أفضل الثمار ومن أفضل الحبوب ومن أفضل اللحوم إذن هون الله عز وجل يتكلم عن رحمته بالإنسان أتمنى يا أول أن يكونوا سلكوا المعنى مبسط على كد عمركم وبتمنى منكم يا أول تقرأوا الآية وتحفظوها بدأ أعيدها كمان مرة وإقرأ معي يا أول قال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ستقول الله العظيم مطلوب حفظ الآية المطلوب يا أول حفظ الآية تسميحها وإرسالها على الخاص الآن ننتقل يا أول إلى النشاط وركب كلمات بحسب المطلوب موجودة عندي مجموعة من الحروف بدي أركب من هنظر الحروف يا أول كلمات لكن حسب المطلوب اسم ولد بدي أركب اسم ولد من هنظر الكلمات يا أول طيب نبدأ بحرف بحرف السين اس بدنا نختار الـ الاسم مع الـ سا سا ام اي سامي إذن اسم ولد سامي اسم ولد سامي طيب كمان بدنا اسم ولد ثاني نبدأ بحرف الواو و واس الاس بدنا نخذها مع الـ ويسا مع الام ويسام أحسنت طيب كمان اسم بدنا نختار حرف الفا الـ الـ مع الـ فا والـ فار والاس فارس إذن هاي ركبنا يا أول ثلاث كلمات الدول على اسم ولد طيب الآن بحكي لنا اسم بنت بدنا اسم بنت من هذول الحروف يا أول نختار حرف السين في البداية اس اس مع الـ مع الـ بصيرها عندي اسم سمر سمر طيب نركب اسم ثاني الـ م مع الـ م مع الـ مي الـ الـ مع الـ ميرا 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 سمر وميرا ايضا نقدر نركب كلمات رباب وكلمات هون بكفي يا أول الآن يا أول يغطي يغطي جسم الدجاج ماذا يغطي جسم الدجاجة يا أول ماذا يغطي جسم الدجاجة يا أول ريش أحسنتم بدنا نركب من هذول الحروف كلمة ريش نختار الـ ر في الأول ر بعدين الـ ري بعدين الـ ريش أحسنتم رائع يا أول طيب يغطي جسم الأرنب ماذا يغطي جسم الأرنب ماذا يغطي جسم الأرنب يا أول فرو أحسنتم يلا بنا نركب من الحروف كلمات فرو الـ مع الـ ف ار مع الـ فرو لهون يا أول منكون أنهينا حصتنا لهذا اليوم بتمنى منكم يا أول تحفظوا الآية القرآنية ويعطيكم ألف عافية والآن ننتقل إلى أنشودة دار جدي دار جدي في دار جدي دالية قوية الأغصان في ظلها أرجوحة كثيرة الألوان لما نازور جداتي وجدنا عدنان تهزنا وإخواتي وكلنا فرحان تروي لنا حكاية من سالف الأزمان نحن نحب جداتي في حضنها الأمان استمع مرة أخرى دار جدي في دار جدي دالية قوية الأغصان في ظلها أرجوحات كثيرة الألوان لما نازور جداتي وجدنا عدنان تهزنا وإخواتي وكلنا فرحان تروي لنا حكاية من سالف الأزمان نحن نحب جداتي في حضنها الأمان طبعاً مطلوب فقط يا أول قراءة الأنشودة لهون يا أول بنكون أنهينا الوحدة الثالثة وحدة دار جدي يعطيكم الفحافية يا أول ترجمة نانسي قنقر